انا بالكويت بعد ما في استقرار وما رح تي ما خذت انا انسان اسافر وايد لاني مومت زوجة وما عندي عيال فانا حرة انت مومت زوجة اميل مجرد سفر مو مجرد استقرار اهلي هناك فريحة رادة بس ان قصدي ما في شي يمسكني اقعد في مكان ده ما عندي تصوير استقرار في الكويت اكيد اكيد الام اللي ربت دايما اقولها لمغرب ولده هي ربت اميل عنا لش توني استقرار اقولتش انت مومت زوجة لان في الفترة الاخيرة يعني من سنة سنتين يتداولون ان انت تزوجتي من رجل بحريني فهل هذا صحيح ولا اشاعة لا انا تزوجت اكيد بس ان حاليا غير متزوجة يعني فعليا كان اي طيب هادي الحرية انا برجع حق الانتشار هادي الحرية والتنقلات والاداء الجميل وتعبتش اللي تعبتي في سار اكاديمي وحققتي فيه الشهرة ذاك الوقت ليش احنا نسمي يعني الفنان لازم ايضا اوه يجتهد اكتر اكيد حتى لو كنت صبورة بس لابد يعني انت اجتهدت بالفترة الفاتت فحرام ليضي هذا التعب احنا عندنا كلمة يمكن بالداولة نقول مكانك راوح ما قاعدة جدوين اه يمكن اخر سنتين خنقول مثلا ما نعرضت علي الاعمال اللي ممكن انا اكمل فيها عطر الروح لان كل ما تسوين شيء عالي والسق فعلة المسؤولي يتصر علي انا اكبر صح اغاني سويت اخر شيء بس استيل يعني يمكن شوفي اني ما اسوي شيء وارجع بشيء قوي ولا اني الخطوة المستحية وين الاقرب لتش الخطوة المستحية اكيد لا 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 اقصد التمثيل ولا الغناء لا لا اكيد انا لو تخيريني بينهم كنت قبل اقول ان هذا يكمل هداك بس انا قلبي يميل اكثر للغناء اكيد احب الكاميرا و احب اوقف جدامها بس انه لما جربت السينما مثلا صار عندي الموضوع ان السينما موايت احلى فيه يمكن اثارة اكثر في السينما فيه تنافس فيه تحدي فيه حالة اصدق فيه تنشن اعلى يعني العام انعرض عليه فيلم مع تامر حسني امستي عليه بالخير بس كان عندي تصوير في نفس الوقت وانا قاعدة ورعتر الروح يعني نزلت سويت الاوديشن وقعت العقد رجعت اليوم اللي لازم انسل فيه كانوا يسكروا اللوكيشن واله هنا فانا قدرت بس كانت تجربة حلوة لش قاعد اقول كنا تحت الوضع غير احنا بالدلعين هنا فانوافض هنا يتكلمون دايما على الوسط الفني باجابية لان احنا صد فيه عز الدلع احنا صد فيه عز الدلعين